صنعاء طالين السعودية تمنع رفع ألام أو شعارات يمنية بالوديعة لهذا السبب تفاصيل خطيرة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة أصدرت القوات السعودية اليوم توجيهات جديدة للفصائل الموالية لها والتي تم تسليمها ملف تأمين منطقة الوديعة التابعة إداريا لمحافظة حضر موت والواقع عند الحدود السعودية في خطوة قد تشير من حيث التوقيت لقرار الرياض ابتلاعها وأفادت مصادر عسكرية بأن توجيهات قضاته بإسقاط الأعلى ما سواء كانت يمنية أو جنوبية كما تماما عتداء الخواذ العسكرية للجنود وضباط لاحتوائها على الطيل الجمهوري وأشرت المصادر إلى قيام قيادة الفصائل المعروفة بدرع الوطن إزالت شعارات يمنية من بدلات الجنود واستبدالها بملابس خاصة بالجيش السعودي واستبدلت القوات السعودية مسميات الألوية في هذه الفصائل التي تم تشكيلها قبل أشهر من العناصر السلفية الجهادية بمسميات عسكرية سعودية أبرزها الفرقة الأولى والفرقة الثانية وجاءت هذه الخطوات التي تعد الأولى من نوعها عشية توصول مطلق لإزام عقائد القوات المشتركة لتحالف للأشراف على استيلام هذه الفصائل مهام تأمين منفذ الوديعة الذي كان يخطع لحماية هاشم الأحمر ولم يتضح ما إذا كانت السعودية تهدف من خلال هذه الخطوات لتحييد المنطقة عن قوى الصرع اليمنية الموالية لها أمضل تلتيبات ضم المنطقة بطريقة غير مباشرة لها يذكر أن قائد الدعم والإسناد بالتحالف سلطان البقمي كان أكد عدم تفريط بلاده بحضر موت الثالية بالنفط وذلك غدا تتشينه تلتيبات جديدة هناك والوديعة من أبرز المناطق التي سعت السعودية خلال العقود الماضية لضمها إليها وخضت معارقة ضد ما كانت تعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية جنوبية اليمن إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة